أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن خطوة إطلاق الوزارة لتطبيق الهاتف الذكي بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الألكترونية تأتي في إطار خطة الوزارة المستمرة للتحديث الشامل لمنظومتها الألكترونية الحمر قال إن الوزارة رصدت خلال المرحلة التجربية لتطبيق الهاتف الذكي قيام أكثر من 25 ألف متابع بتحميل التطبيق الجديد مضيفا الوزير أن هذه الخدمة تتيح لشرائح أوسع من المواطنين فرصة الاستفادة من استخدام مكوناته من تقديم خدمات إسكانية وتحديث بيانات وتقديم طلبات الصيانة ومتابعة الأخبار والوسائط المتعددة إضافة إلى سهولة التصفح وانتقال الطلب من قسم إلى آخر دون الحاجة للمعاملة الورقية الأمر الذي يعكس مدى نجاح هذه التجربة وقد أشار الحمر أن سلسلة تحديث المنظومة الإلكترونية التي بدأتها الوزارة عام 2012 شملت إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني بحلة جديدة وبخدمات إلكترونية تسهل على المواطنين تقديم ومتابعة طلباتهم بالإضافة لضمان دقة المعلومات وحمايتها وتصنيفها حسب الطلب وسنوات التقدم ترجمة نانسي قنقر